ده أروح لموضوع تاني برضو كانت ريند سوشيال ميديا أنا عايز ألوكم ليلة أمس يعني السوشيال ميديا كانت رايحة جاية على موضوعات مختلفة الموضوع التالت متعلق بواقع حصلت من 14 سنة مثلا محمد ناجي جده لما طلع الكابتن حازم إمامي مبارح وكشف حقائق كانت غايبة عن الجميع وتكلم على الواقع اللي حصلت في مسألة توقيع جده على العقود وتحطت ورقة أكنه مضى على فلوس واستلم فلوس وبالتالي كلام الكابتن حازم مبارح كان في نقطة مهمة جدا قال جده ما خدش فلوس جده مضى العقد ومضى على ورق فاضي اتكتب إنه خد في فلوس ودي كانت فكرة واحد قالها وإحنا قاعدين وفجأت إنها اتعاملت في وجودي أنا وحسام وإبراهيم ولما رحت قدلت بشهادتي قلت شهادت الحق أنا مش أخش النار عشان لعب يروح هنا ولا يروح هنا كلمة محترمة من الكابتن حازم إمامي ولكن مين هو الشخص صاحب الفكرة؟ حد سأل نفسه من اللي فكر الفكرة دي؟ هل بعد الكلام اللي تقال ده ممكن نعمل زي أوروبا؟ لما فيه وقائع عد عليها عشر سنين وخمس وشر سنة وبيجي وقعها بتكشف حياة حصلت من الفترة الطويلة دي بتفتح فيها تحييق على فكرة القضية دي اتناشت في الشق الجنائي وتقفلت لكن في الشق الرياضي هل حد فكر يعمل تحيي عشان يعرف الشخص اللي فكر في ده ونفس ده؟ رجع يشتغل في العمل العام ولا مرجعش؟ ما يمكن مسك منصب كبير سواء في نادي أو في اتحاد كورة أو أياً كان عشان لما نعاقب ما تتكررش ولما نعاقب النوعيات اللي زي دي ما تجيش تمسك إدارة الكورة في مصر عشان ما تسببش أزمات وتعمل أزمات كبيرة لأن العقلية اللي بتفكر بالطريقة دي لا يجب أن تتواجد في الوسط الرياضي بس حد فكر وسأل مين؟ ما أعتقدش حد سأل موسيقى